موسيقى تعني ان رايح أمدي الي تénergie انت وعادي دكتور عمادي من خريك سويا مش هانفى من خارجي ench ودي شخص اتواع سرين يوهي 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 انا مش فهمة منك اي حاجة يا دراز بتكلمي بالالغاس ايه واحد في منصب كبير بيشتغل معنا هنا في المدرية واول حروف من اسمه كاف ألف ايه فزورة ولا فزورة ولا حالة يا عفل طيب بتسأل عليه ليه الراجل ده ليه قضية قديمة ومشي بطار ولازم نفضحه طيب ولما تحصله ان شاء الله وتفضحه انت هتستفيد ايه ليه اللي هستفيد ايه خطة صحفية جديدة للجريدة طبعا اه قلتلي وانا اللي كنت فهمة انك انت تعلمت بالهلال وانك انت بتحارب الناس دول لكن مفيش فايدة اهم حاجة عندك الجريدة والنشره بس ومصلحة اختك مش حادتها في حسابك ابدا يوه المهم عافف تعرفيه ولا لا طيب مفيش فاصيلة تانية عنه والله يقول لللي عرفه انه شخص وصولي وكان بيزور شاهدات استنى كان في واحد بيششغل معنا هنا اسمه كمان اكرامي اكرامي مش تحارس مرمى الاخلي صدق بالله انا غلطان من بسعتك اش جاب اكرامي لاكرامي ده طب خلاص خلاص قليني بس تعرف ايه عنه اعرف ان انسان سمعته زي الزفت والحمد لله يا رب غاره راحب ستين ده اكيد اترفض بس انا حلاقيه فين دلوقتي اترفض ايه قلبة قبلة رقوه مسكوه ادارة البعثات في وزارة التربية والتعليم وعشان سمعته وحشة يرقوه وده مكانه في ايهن في اليابان اليابان بيعمل ايه في اليابان مبروك يا حبيبي الله يبارك فيك يا مبروك يا دانوي مبروك يا حبيبتي مبروك يا حبيبتي ايه دو مالك مشكلك مش مريحني دبلانا كده ليه لا عادي ولا حاجة ايه 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 دبلانا ازاي بقى؟ ده صابرين حبيبت قلبي دحكتها كانت نسمعها الشوارع اللي حولينا كلها قبل ما حضراتكوا تشرف لا عادي ما هي معروفة اول ما بتبدأ بضحكي بقى لازم تنتهي بغم عسى رحماتي عسى ليه سود يا جوزبنتي طب مايني عملتوا ايه ما عملناش حاجة يا نسبتي؟ إيه؟ يا مسبتي دي في أي بله؟ لا لا مفيش حاجة. حاجة إزاي بقى ده إحنا ماسبناش حاجة. ما عملنهاش صافرين حبيبتي ما عزدها ماسبناش حاجة. ما عملنهاش يا سلام كده طب انت قلب يا حبيب علي امتهى أرمية التبانجة التسعة ملي علي امتهى إزاي تقبض علي مجرمين علي امتهى اركوب الخيل ده إحنا كنا دلوقتي قبل ما انتم اتشرفوا كنا إحنا هنا براهوان ده احنا ده احنا وقفنا بس لما حضراتكم اشرفتوا بقى خدنا بريك احنا اصلا في بريك من مبارح ايه ايه بتهزر سابرين حبيبتي بتهزر وفي ايه هي البنت كل ما تيجي تقول كلمة تنطب بقه وتسكتها ليه اه وما بينا يا سابرين يا حبيبتي علشان انا عايز اعرف ايه اللي حصل اصلي فارج بدأ يلعب في عبي وعايز اتطمن بقى سابرين بلاش لسا الفارج نطب هنا كلمني هو في ايه حصل حاجة هو الحكاية انه محصلش اي حاجة يالله ريسود وحشة محصلش اي حاجة وحشة اه كده طب منت قلبي حبيبي اه بابي ايه من اعيز حاجة اه انا كنت عايزة موبايل جديد وشوية هدوم كده شوية هدوم مش بس الموبايل اللي معاكي مو جديد لا اصلا كل صحابي كل معاهم ايفون اكس محصلش ايه حاجة خد اعطنا جديد شكرا يا بافي المفروض ان هم يجوا يطبقوه هنا في امتين واثناشر مدرسة هتبنيها اليابان هنا في مصر على حسابها طب وهو ايه اللي طلعوا حاجة كده المفروض انه كادر إداري اه.. يعني هي جات عليه هو أهلالي ده كل اللي سافروا معاه في البعثة إداريين في وزارة التربية والتعليم اه.. مش كده وبس دول كاملوا العدد بقى رايبهم كمان على أساس انهم مدرسين يعني اه... هرحوا تفسحوا شوية ويفقوا عن نفسهم على حساب الدولة ربنا يسطر بس وما يتبشوش في اليابان ويتعرف انهم مش مدرسين هتبقى فضيحة يعني فرصة وجدت لنا ان احنا نعلم المدرسين بتوقع نظام جديد ينفع الطلاب نم نضيحها من ايدينا عشان هو واصحابه روح يتفسحه بس في حاجة يا ليل انت قلتلي ان كاف آلف ده معاه دكتوراه عفاه فوقتي قالتلي ان كمان اكرامي ده لا دكتور ولا حاجة جبت لك اخبارهم عالمي طيب كويس استنى لما اكتب وراك ليلة الشناوي هجرت برا مصر من زينين منعيمة لا لا ما فيش حد بالاسم ده الشيخة ريهام شفيق الشيخة ايه دي ممثلة لا ما هيعتزلت عالمي وباقي الدعية اه تغيير معنى يعني يبقى اكيد هي دي الدكتوراه لا لا الدكتوراه دي ليلة الشناوي اللي هجرت هجرت وده حوصل لها ازاي دي صورة للولاد بتوع الصايبر اللي بيصربوا الامتحانات اعمال اللي نشرة بيها احنا بندور عالنت والفيسبوك والسوشيال ميديا للولاد اللي في السن دوت وفي خلال الساعات حنقدر نجيبه الامتحان بعد بكرة يعني لعالدي لازم نوصل لها قبل الامتحان تمامي فانت ريهام شفيق تلعي الدعية مش دكتورة زي ما هو مكتوف في مذكرات مريم لالة الشناوي جيلي معاها دكتوراه وده هجرت لامريكا بس لو جبنا الاميل بتاعها هنعرف نتواصل معاها ونكلمها عالنت يبقى انا لازم اوصل لرهام شفيق بعد انا قابي وافق وديني الفلوس مومي جات واخدتهم مني فمعرفتش اعمل ايه يا سيدي انا حتى فكرت بيها الموبايل واللابتاب بتوعي والله ينسين انهم اتسرقوا بس دول مش هجيولي قطر من عشرين الف جنيه انا كمان ما عرفتش اتصرف في المبلغ طب وبعدين يعني يا منا اتصرفي اتصرفها منا ان شاء الله حتى تسرق ايهم اسرق انا اعمل ايه يا علي تبقى شايفة تحديد اليومين دول بعينا ننم ونصحة على العاب شيطانية مصحوبة بحملات ألمية هدفها انهم يخرجوا المرأة من بيتها علشان تختلط بالرجالة تحت اي شعار عايزين يخلونا ننسى حياءنا ونقلع حجابنا شيخ الهام في ناس عايزين اكبر نزلوا النقاب يا فتيات مايصاحش تتكشفوا على رجالة انتوا مين انا اللي هو منظور شكري يا اهلا وسهلا ارفعوا النقاب يا بنات انهم من اهل الدار تفضلوا تفضلوا اموا انتوا يا بناتهم تفضلوا يا اهلا انا قلت ايه خلاوهم يعملوا كده انا كنت جاية اسألك ساعدتكو تسألوا براحتكو وانا اجاوة بس ياريت تستنوني اخرج البنات عشان نتكلم براحتنا روحوا انتوا يا بنات الدرس خلص يلا مع السلامة انا كنت لسه مجهزة تقارير سرية عن الاخوات وكنت هقدمه بكرا للليوة بكر مش ساعدتك زميل الليوة بكر لا احنا جايين في موضوع تاني الحقيقة انتوا مين انا هلال كامل الصعفي كنا جايين نسأل عن الممثلة كانت معاك في مصرحية شقاوت بنات لو سمحت انا اعتزلت الفن من زمان وتبطي الى الله تخفر الله وحد قالك تعملي حاجة حرام جاوب على هذا السؤال انا ما قلتش حاجة ساعدتك براحة ساتل براحة براحة انا كنت جاي ادور في سر انتحار مريم رياض الله يرحم وعايزك تساعدين اساعدكو ازاي كان فيه ممثلة معاكو في العرض كانت متجوزة عرفي ومعاها الدكتوراه ما عرفش قصدك على مين بس ممكن تسأل ليلة الشناوي ونريمان ومال مين نعيمة ياه نعيمة انت جبت الاسم ده منين وما نريمان هي نعيمة بس غيرت اسمها اه طب نريمان دي قال ايها فين نريمان مش ممثلة هي رخرة ويريد شغلتها لا ما هي اصلا رقاصة رقاصة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر